توسعت العديد من الدول العربية في الاقتراض من الصين وترى الصين في القروض التي تقدمها للدول العربية مصلحة متبادلة لكن الخطر يكمن في وصول هذه الدول إلى مرحلة تجد نفسها غارقة في هذه الديون وعاجزة عن السداد فهل تتحول الديون الصينية للدول العربية إلى فخ؟ كما حدث مع بعض الدول الآسيوية والإفريقية التي أفلست إحداها بالفعل يثير توسع الديون الصينية للدول العربية مخاوفة من أن تجبر بكين الدول على التخلي عن بعض أصولها أو تغيير مواقفها الدبلوماسية من قضايا معينة استجابة للضغوط الصينية وربما حتى لفتح المجال لبكين لإقامة قواعد عسكرية لكن لماذا تلجأ الدول العربية إلى الاستدانة من الصين رغم المخاطر التي قد يحملها ذلك؟ ولماذا تنفق بكين مليارات الدولارات على مشاريع في دول عربية؟ قد لا يتمكن بعضها من سدادها الديون الصينية تأتي بلا شروط سياسية أو حقوقية وتحتاج الدول العربية كغيرها من الدول إلى قروض وتمويلات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية أو الفوقية من طرق وسكك حديدية وموانئ وسدود ومساكن ومستشفيات ومدارس بل وحتى لتمويل عجز الحساب الجاري وبالنظر إلى صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشروطهما المعقدة تصبح الصين أحد الخيارات المفضلة للحكومات العربية بالمقابل فإن الصين تستفيد من تشغيل فوائضها المالية الضخمة عبر قروض تفوق نسبة الفائدة فيها أحيانا تلك التي تشترطها المؤسسات الدولية والأمر الآخر أن الصين تستهدف بقاء عملتها المحلية اليوان ضعيفة بالشكل الذي يبقي سلعها رخيصة وتنافسية مقارنة بالسلع الأمريكية والأوروبية الغالية ورغم نفي الصين استيلاءها على أصول أي دولة في العالم بسبب تعثرها في سداد ديونها إلا أنه كثيرا ما يتردد اسم ميناء هامبانتون جنوبية سيرلانكا الذي استحوذت شركة صينية على 70% من أسهمه لمدة 99 عاما كمثال على رغبة بكين في الاستحواذ على أصول الدول بعد إغراقها بالديون وسيرلانكا ليست المثال الوحيد لعملية استيلاء الصين على أصول الدولة التي تتعثر في سداد ديونها فهناك أيضا زامبيا التي فشلت في دفع قيمة محطة التوليد المائية التي أنشأتها الصين فاستحوذت عليها وعلى 60% من أسهم إذاعة زامبيا المحلية الحكومية وتعد الصين حاليا مقرضا ثنائيا في 32 دولة إفريقية وأكبر مقرض للقارة ككل وتعد جيبوتي أكثر الدول العربية والإفريقية انكشافا أمام الديون الصينية فوفق تقديرات معهد التنمية الخارجية ومقره لندن تمثل القروض الصينية 70% من الديون الخارجية لجيبوتي وهذه الديون مكنت الصين من بناء أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها وإدارة ميناء دورالي وتشيد سكة حديدية والعديد من المشاريع الأخرى ما يجعل جيبوتي في موقع هش أمام تعاظم النفوذ الصيني الذي يقلق واشنطن وعلى غرار جيبوتي تعد السودان من بين الدول العربية التي تورطت في الديون الصينية السهلة والبالغة 10 مليارات دولار من إجمالي 60 مليار دولار وأدى تعثر الخرطوم في سداد هذه الديون إلى ضغوط صينية تمثلت في تجميد مشاريعها في البلاد وفي الجزائر استغلت الصين أزمتها الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط والغاز وسعت لتمويل مشروع تشهيد لأكبر ميناء تجاري في إفريقيا في منطقة شارشال فالقروض التي تمنحها الصين تشكل خطرا جديا يمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر